يا طرع ليه السمه زرق? الحقيقة انا السمه اصلا مش زرقه. السمه اصلا بنفسجي. اووووو لكي نتاكد من تلك الألوان هنطلع نساعد لأسف شكل السمه دلومتي. كما احنا رأينا الآن السمي لونها ازرق. ما فيش اي يون بنفسجي او اي يون يدعي اللون بشكل amazing. لكن النار ل fasting لا نعب الحقيقة بسبب علمه في عالقه اللون فعلا لونها ازرق. ويهي تجربة عملية علمية تقريبا انا اول واحد اعملها. للستوديو. سؤال ليه السماء زرقه ده كلنا سألناه في لحظة ما اثناء حياتنا على كوكب الارض اللي عمره حوالي اربعة ونص بليون سنة. عشان نعرف نجاب عن السؤال ده لازم نعرف ان الغلاف الجوي للارض بيتكون من واحد وعشرين في المية نسبة اكسوجين ومن تمانية وسبعين في المية نسبة نيتروجين. كتوتال اللي الاتنين بيكونوا تسعة وتسعين في المية من نسبة الغازات في الغلاف الجوي. الدوق اللي بيوصل للارض من الشمس بيكون دوق ابيض. جواء السبع الوان الطيف زي اللي بنشوفهم لما عادي دوق ابيض في منشور سلاسي اللي هما بيكونوا احمر اصفر بورتقاني ازرق اغدر نيلي بنافسيجي. اطولهم طول موجي بيكون اللون الاحمر. واقصرهم طول موجي بيكون اللون الازرق وبنافسيجي. بالتدريج البنافسيجي اقصر طول موجي من اللون الازرق. وعشان كده المفروض في الطبيعة نشوف السماء لونها بنفسجي. لما بدنا ندرس الاطوال الموجية للالوان المختلفة اكتشفنا ان اكتر لونين بيتشتته خلال الغلاف الجوي للارض كان اللون الازرق او اللون البنفسجي. وده بيحصل لما بيصطدموا بجزيئات الاكسوجين ونيتروجين المنتشرة في الغلاف الجوي لكوكب الارض. كل الكلام اللي فاده بينطبق تحت تأثير اللي بينص ان البلو ويف لينز بيكون اكتر تشتوتا بستاشر مرة من الريد ويف لينز. كده المفروض السماء يبقى لونها بنفسجي بما ان اللون البنفسجي واصر الالوان طول موجي. طب ليه السماء مش بنفسجي? ده بيرجع بسبب تكوين العين للكائن البشري. العين البشرية بتقدر تشوف في نص الطيف الضوئي اللي هي بيكون اقرب لها اللون الازرق. لان اللون الازرق قرب لمنطقة النص في الطيف اللوني من اللون البنفسجي. وبكده هتشوف السماء لونها ازرق. لو عندك اي تساؤل بيبدأ بكلمة ليه عن اي ظاهرة طبيعية او كونية حواليك تقدر تقول لنا في الكومنت تحت الفيديو. وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لو عجبك. وسبسكرايب لليل تشانل عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. واشوفكم الحلقة الجاية مع حتة جديدة في السماء داس في دانيا. كبوس اي راية فضاء ان البدلة الفضائية بتاعته تتخرم لسبب ما زي ما شفنا في فيلم انترستيلر وجرافتي وزمارشل.